فروا من نيران الحرب في بلادهم إلى الصحراء ومن صراع النجاة من الرصاص إلى صراع النجاة من الأمراض مئات الألف من السودانيين غادروا بلادهم باتجاه المناطق الصحراوية في تشاد المجاورة يعيشون في أكواخ هشة تفتقر إلى أدنى مقاومات الحياة يعانون أوضاعا إنسانية وصحية كارثية في ظل نقص الإمدادات الإغاثية والطبية هذا هو حال السودانيين الفرين إلى دول الجوار غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن اضطر الكثير منهم لقطع مسافة طويلة جدا في ظل درجات الحرارة المرتفعة ومع اقتراب موسم الأمطار في تشاد تزداد مخاطر تفشي الأوبئة كالمالاريا والكاليرا في ظل غياب المرافق الصحية إضافة لأمراض الجهاز التنفسي وحالة سوء التغذية ولا يفسر ويؤكد على هذه المخاطر سوى أعداد المرضى المتزايدة يوما تلو الآخر وفي ظل غياب المياه نظيفة تزداد تحذيرات الدولية من مخاطر تزايد الأمراض وسط اللاجئين حيث يبدأ الناس في الاستفاف للحصول على المياه من الساعة الثانية صباحا هذا إن حصل عليها بعد الوقف والانتظار لساعة طويلة بسبب تزايد أعداد اللاجئين حيث يصلوا إلى تشاد أكثر من ألفين نازح يوميا وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية يؤكد العاملون في منظمة الإغاثة أنهم لم يتلقوا سوار باعتياجاتهم التمويلية وما يزيد الأمور سوءا هو أن السواد الأعظم من اللاجئين السودانيين كانوا يعانون في الأساس من نظام رعاية صحية هشة في إقليم دارفور الحدودي مع تشاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجاوز عدد السودانيين الذين لجأوا إلى تشاد منذ بدء الصراع الحالي بين الجيش وقوات الدعم السريع 380 ألف شخص وتتوقع المنظمة الدولية أن يعبر 100 ألف نازح إضافي من السودان الحدود إلى تشاد في ظل غياب أي مؤشر على احتمال تراجع أعمال العنف في بلادهم